موضوع التاني بقى هو موضوع بالنسبالي يعني صعب ان انا اتكلم فيه خدوا بالحضراتكم لانه ناس كتير قالتلي اسلام ما تتكلمش في الموضوع ده الموضوع ده اصله بيبقى حساس شوية بالنسبة للجمهور ولكن انا عارف ان الجمهور النادي الاهلي حريص جدا على فريقه وبيحب فريقه وبيحب لعبته بطريقة مختلفة تماما عن بقية الاندية او عن بقية جمهور بقية الاندية ولكن انا مش عايزة بقى الدبة اللي قتلت صاحبه هي الدبة لكن احنا بنتكلم الدبة اللي قتلت صاحبه بمعنى ايه وارجو ان حضراتكم ما تزعلوش مني في هذا الكلام لانه كلام من القلب للقلب اذا كان هناك احنا كلنا اخوات وكلنا بتفرج علينا الاهلوية وانا بوجه كلامي لكل جمهور النادي الاهلي لكن انا متأكد ان جمهور النادي الاهلي بيحب فريقه ومتأكد ان جمهور النادي الاهلي بيعشق فريقه وعارف قد ايه هم بيبقوا خايفين على مصلحة فريقهم اكتر من اي حد تاني من هنا انا هقول لحضراتكم الكلام ده قلة قليلة خلال اليومين تلاتة اللي فاتوا بعد مطش الهلال السوداني تحديدا يعني اه شوية تريقة شوية اه انتقاد من حقك ان انت تنتقد بالمناسبة ما عنديش اي مشكلة ولكن ده بيخلي جمهور من لا يشجع النادي الاهلي جمهور من لا يشجع النادي الاهلي بيندس في كل هذه الامور وبيعمل الموضوع ويكبر الموضوع اوي 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 او بعض من لا يشجع النادي الاهلي فكل اللي انا بطلبه ان احنا ناخد بالنا الفترة اللي جاي هل حضرتك مقتنع بريني فييلر كمدير فني للنادي الاهلي الاجابة من اول امبالح لغاية النهاردة خدت رأيي تقريبا على قد مقدر يعني كل الاهلوية اللي انا عارف ان هم بيحبوا النادي الاهلي بعيدا عن اي حاجة تانية بعيدا عن اي مصالح او اي شخصانة للامور او كده كلهم قالوا لي ان الرجل ده بالنسبة لهم ريني فيلر عامل شكل واداء رائع جدا بالنسبة للنادي الاهلي وبالتالي خلاص خلينا وسقين في الرجل ده بقى خلينا شايفين ان الرجل ده هو اللي بيمشي الفرقة بالطريقة اللي هو عايزه هو طريقة لعبه بتعتمد على مجموعة معينة من اللاعبين المجموعة دي هو بيلعب التلاتين لعيب بالمناسبة ولكن اللاعب اللي بتبقى اكتر لعب بيلعبوا معاه اكتر يعني اللي هم اللاعبين اللي بينقلوا الكرة اكتر اللي عندهم المهارة اعلى سواء مدافع او مهاجم او باكرايت او نص ملعب او باكليفت او راس حربة او كذا او كذا او كذا فمثلا يعني خلينا اقول لحضراتكم موقف وبرضو مرة تانية مش عايز حد يزعل مني في هذه الامور الاسبوع اللي فات او مباراة الهلال اللي فاتت حصل ايه؟ حصلت بعض الهمهمة من بعض من الجمهور خلال في الاستاد وانا هنا بكلم جمهور النادي الاهلي مش بكلم اي جمهور تاني اشتركوا في القناة